بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته مع نصيحة الجمعة تحت عنوان تعلم اليقين من الموقنين أبناء غزة نموذجا عباد الله روى عبد الله بن الإمام أحمد في المسند وقال وجدت بخط أبي أي الإمام أحمد وروى الطبراني وقال الهيثم في المجمع ورجاله ثقات عن أبي أمامة الباهلية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك قالوا يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس إن هذه الفئة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف منذ خمسة عشر قرن نراها اليوم بأعيننا وعبر وسائل الأعلام في زمان تكالبت عليه قوى الشر والعدوان من كل حدب وصوب وتقول هذه الفئة وهذه الطائفة للعالم كله بلسان حالها أنا هي تلك الطائفة المنصورة بإذن الله وأسكن في غزة العزة والمحاصرة برا وبحرا وجوا ومواقفنا البطولية تبرهن على صدقنيتنا وصفاء طويتنا نحن تلك الطائفة المستضعفة ظاهرا والمحاصرة عيانا والقوية بالله تعالى حقيقة يقيننا في الله أنه وحده سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ووحده المحي والمميت وهو النافع والضار لا نخاف في الله لوم تلائم نعلم علما ليقيني أنه لا ينبغي أن نحذر من شيء إن كتبه الله علينا فلا يغني حذر من قدر وإذا جاء القدر عمي البصر شعارنا قول الله سبحانه وتعالى في صورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ملفهم لم يبقى في الأرض بل رفعوه إلى رب السماوات والأرض عندما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عباد الله إن مواقف أبناء غزة البطولية أراد الله بها إزانة الغثائية عن المسلمين وأن يتلقنوا دروس اليقين من إخوانهم فاليقين يتعلم كما يتعلم القرآن روى أبو نعيم في الحلية وقال فيه العراق في تخريج أحاديث الإحياء أخرجه أبو نعيم وهو معضل من رواية ثور بن يزيد المرسلة وروى الحديث ابن هبة الله في تاريخ مدينة دمشق بسنده عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان موقوفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه عباد الله إذا كان اليقين يتعلم كالقرآن فمن هم أساتذة اليقين لنتعلم منهم ذكر الغزالي في الإحياء كيف يتتعلم اليقين في بيان معناه للحديث المذكور فقال جالس الموقنين جالس الموقنين لأن الصاحب ساحب ولأن التربية تتشرب واستمعوا منهم علم اليقين وواضبوا على الاقتداء بهم ليقوى يقينكم كما قوي يقينهم عباد الله روى الإمام أحمد في المسند عن الحسن أن أبا بكرين رضي الله عنه خطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسلوهم الله سلوا الله اليقين وسلوا الله المعافاة فسلوهم الله عز وجل وروى الترميدي والنساء في عمل اليوم والليلة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الحديث عباد الله إن أهل اليقين هم أهل الإيمان وأهل التمييز في الأقوال والأفعال ولهم صفات تتباين وتتمايز عن صفات باقي الناس فهذه عشرة من صفاتهم أولا أنهم هم الذين يؤمنون بالغيب قال تعالى في صورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب فأهل اليقين يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار لذا فإن الحياة بما فيها وبمن فيها تهون في أعينهم أمام مرضات الله تعالى وانتظار الجزاء الأوفى منه سبحانه وتعالى ولقد تعلم الصحابة الكرام هذا اليقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموهم لمن بعدهم روى مسلم في صحيحه أنه حينما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدن المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حيت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال فهرما بها بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله ثانيا أنهم الذين يوقنون بأن الرزق بيد الله وحده ومن صفات أهل اليقين التيقن الكامل بأن الرزق ليس بيد أحد من البشر وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى وحده قال عز وجل في سورة الداريات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لذا تجدهم ينفقون ويتصدقون ولا يخشون الفقر والإقلال ويعطون ويبذلون عن إيمان ويقين ثالثا أنهم هم الذين لا يزيغون عن الحق ولا تتشابه عليهم الأمور فأهل اليقين هم أهل الحق الحق عندهم واضح وضوح الشمس لذا فهم لا يراءون ولا ينافقون رابعا أنهم الذين يحكمون شرع الله تعالى في جميع أمورهم أهل اليقين يحكمون شرع الله تعالى في جميع أمورهم فلا يحكمون الهوى ولا التاغوز ويجاهرون بكلمة الحق لعلمهم أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالى وحده روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر خامسا أنهم هم الذين يؤمنون بالقرآن الكريم قال تعالى في صورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صابروا وكانوا بآياتنا يؤمنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة فأهل اليقين يدورون مع القرآن حيث دار يتخلقون بأخلاق القرآن ويقفون عند حدود القرآن سادسا أنهم هم الذين يتفكرون في آيات الله وإعجازه في كونه قال تعالى في صورة الجاثية إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزقه فأحيا به ذرد بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام وهو سيد الموقنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فمن صفات أهل اليقين أنهم يتفكرون في ملكوته الله عز وجل ويرون إعجاز الله في خلقه سابعا أنهم الذين يوقنون بأن النفع والضر بيد الله قال تعالى في صورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولجمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وروى التبري في تاريخه أنه لما أراد سعد بن أبي وقاس رضي الله تعالى عنه أن يعبر دجلة إلى المدائن وقد قطع الفرص عليه الجسر وحاز السفنة نظر سعد في جيشه فلما اطمأن إلى حالهم اقتحم الماء فخاض الناس معه وعبروا النهر فما غرق منهم أحد ولا ذهب لهم متاع فعامت بهم الخيل وسعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات تمنا أنهم الذين يوقلون بالقضاء والقدر قال تعالى في سورة يسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وروى البيهقه في شعب الإيمان عن ابن بسعود رضي الله تعالى عنه قال الرضا أن لا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تلم أحدا على من لم يؤتك الله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره والله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والصخط ساسعا أنهم الذين يستعدون للموت والحساب فأهل اليقين حينما يؤمنون بالموت والحساب فإنهم يستعدون لذلك بالأعمال الصالحة ويقنون تماما أنهم مقلبون ومقبلون على رب يحاسب على الصغيرة والكبيرة عاشرا وأخيرا أنهم هم الذين يحسنون الظن بالله قال سعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فهم بيقينهم يحسنون الظن بربهم ويعلمون أنهم مقبلون على رب رحيم يستر ويغفر عن الحسن قال ما أيقن عبد بالجنة حق يقينهما إلا خاشع وواجل وذل واستقام واقتصر حتى يأتيه الموت فيا عباد الله إذا كان اليقين يتعلم من أهل اليقين بصحبتهم ومجالستهم والفهم عنهم فإن الشك بالمقابل يدب إلى القلوب بمجالسة أهل الشكي ومن ليس لديهم اليقين الكامل بالله رب العالمين الشاكون والمشككون لهذا نهى الإسلام عن صحبتهم ومجالستهم والركون إليهم قال تعالى في سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون إلهي ضربت لنا موعدا أكيدا نرتله في الصور وقولك صدق ووعدك حق وما هو من كلمات الصمر وعدت عبادا شديد المراس هم السهم شد بقوس القدر يجوسون دار اليهود غلابا لنيرانهم محرقات الشرر وقد جاسها الأولون على عهد فاروقنا المستقيم عمر ووعدك ثانية نرتجيه وذا فجره افتر عنه الصهر فصلي يا إلهي على المصطفى وآل وصحب عظيم الخطر والحمد لله الذي بنعمته تسم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله